مرحبا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن موضوع إمتى أنت بتحتاج الإقامة الدائمة حتى تستطيع التقديم على الجنسية الألمانية طبعا هناك طريقتين لحصولها على الجنسية الألمانية في طريقة مباشرة تقدم أنت فورا على الجنسية الألمانية وحصولها على الجواز الألماني أو الطريقة الثانية اللي هي بتروح على الإقامة الدائمة ومن الإقامة الدائمة أنت بتروح على الجنسية الألمانية طبعا وين الفرق هنا؟ إمتى بتحتاج أنت أم بفخستتها؟ طبعا أنت أول ما تخل ألمانية طبعا أكيد عندك البفرستت والتي تكون مدتها سنة أو ثلاث سنين أو سنتين أو إذا كنت طالب تكون سنة كل سنة بتتجدد أو إقامة عمل أو أي شيء فتكون أنت محدودة بفرستت معتها محدودة ففيك قوانين حسب طبعا أنواع الإقامة اللي عندك أنت راح أوريك هلا مثلا أنت بتطلع على الإقامة تبعيتك أول إشي مثلا عندك تكون هاي الإقامة تبعيتك هيك بيكون شكل الإقامة بتطلع أنت هنا على القسم الجنب الصورة اللي هنا هذا هو بتشوف الرغم الإقامة تبعيتك مثلا هنا رغم الإقامة ثمانية 24 وهذول أنواع الإقامات اللي بتكون أنت ما فيك تقدم على الجنسية الأومانية مباشرة وتحتاج إلى الإقامة الدائمة هذول هن القوانين حاول توقف الفيديو وتفرج على القوانين هذول هن كلية القوانين إذا أنت نوع الإقامة تبعيتك واحدة من هذول القوانين فأنت ما بيحقلك تقدم على الجنسية مباشرة أنت بتحتاج تحصل على الإقامة الدائمة وبعدها تنتقل على الجنسية مثل ما تكلمنا إذا عندك واحدة من هذول الإقامات فأنت لازم تقدم أول إشي على الإقامة الدائمة ومن الإقامة الدائمة أنت بنتقل على الجواز الألماني أو إذا عندك واحدة من الإقامات مش من هذولة واحدة خارج هذول الإقامات إذا الإقامة تبعيتك مش واحدة من هذول الإقامات فأنت فيك فورا تقدم على الجنسية الألمانية طبعا نزل القرارات جديدة للا على ثلاث سنين بتحصل على الجنسية الألمانية فإذا واحدة من هذول القرارات واحدة من هذول الأرقام عندك على إقامتك فللأسف لازم تقدم على الإقامة الدائمة وتحصل على الإقامة الدائمة فيك قدمت مباشرة على الجواز الألماني هناك فقط حالة خاصة حالة خاصة إذا كانت عندك مثلا انتقامت لك واحدة من هذول الإقامات هذ كيف فإذا عندك واحدة من هذول الإقامات وبدأك تقدم على الجنسية الألمانية وما بدأك تقدم على أم بفلسطة في الطريقة الثانية هي الزواج من شخص ألماني أو واحد ألمانية فأنت بتطلع من قنارة بواحد من هذول القرارات بتطلع منهم كلياتهم وبتروح على الإقامة تبعيتك من هذا الرغم على الرغم 28 رغم 28 هلوك تتزوج انت من شخص ألماني أو ألمانية فبتصير إقامتك رغمها 28 وعن طريقة انت بتقدم فورا على الجنسية الألمانية بدأ بطلع أختصر لك عن السريع انت عندك إقامة ما قلنا إقامة محدودة سنة سنتين ثلاثة بتطلع انت عنواع الإقامة اللي عندك إذا عندك واحدة من هذول الإقامات فانت للأسف لازم تحصل أول إش على الإقامة الدائمة وبعد الإقامة الدائمة بتروح انت على الجنسية إذا كانت رغم إقامتك واحدة غير هذول الإقامات فانت بتقدم فورا على الجنسية الألمانية إذا عندك واحدة من هذول الأرقام بتروح تقدم على الإقامة الدائمة وبعد ما تحصل على الإقامة الدائمة بتقدم على الجنسية وإذا كنت واحدة من هذول الإقامات وتزوجت من واحدة أو شخص أو واحدة ألمانية فبتحول إقامتك على رغم 28 وعن طريقة انت بتقدم على الجنسية الألمانية الآن أوضحت بشكل عام إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار كتب ليه في أسفل فيديو في التعليقات وإن شاء الله بجعبك عليه وشكرا لمتابعة أصدقائي ولا تنسوا تشتركوا بالقناة السلام عليكم